ايه ومحبي النادي الاهلي يخليك معايا بقى اديني ودنك كده ترطأ ريودانك عشان الكلام اللي جاي ده والحد يعني الحلقة ما تخلص هيبقى مهم كده جد عمرك شفت كده؟ لا ما شفتش عندك 10 سنين عندك 20 سنة عندك 30 سنة عندك 40 سنة عندك 50 سنة عندك 60 سنة ايا كان عمرك عمرك شفت في اي دوري في العالم افراقيا شمال افراقيا وسط افراقيا غرب افراقيا امريكا اللاتينية اسيا اوروبا اي دوري في العالم شفت في حياتك رئيس نادي بيتكلم على منظومة تانية او رئيس نادي تاني او واحد في المنظومة اللي في النادي التاني او واحد من ادارة تنفيذية في النادي التاني او لاعب في النادي التاني او مسؤول بشكل عام في النادي التاني ما شفتش ممكن تحصل مرة ممكن تحصل مرتين ممكن تحصل تلاتة ممكن تحصل اربعة لكن طول العمر طول العمر بالشكل ده لا ما شفتش الأمر صعب بقى صعب جدا يعني لو أنتم بتتكلموا على الضغوط أو بتتكلموا على الأحداث أو بتتكلموا على الظروف أو بتتكلموا على التعصب إيه اللي بنشوفه ده؟ إيه اللي بنشوفه ده من غير غلط في حد ومن غير تجاوز في حق أحد وإحنا يعني هنقول تربينا وتعلمنا وما بدأنا بتزعى الناس يا عمي مش مشكلة مش هنقول ده لكن إحنا متعودين على كده محمود الخطيب هو رئيس النادي الأهلي في الوقت الحالي محمود الخطيب سيادتك لا بالسباب ولا بالشتام ولا بالبزيء يعني هو رئيس نادي لمؤسسة قروية على هي الأعظم والأكبر في التاريخ القروي الإفريقي العربي حد يقدر يقول غير كده؟ لا فلما تيجي تتكلم على محمود الخطيب أو تتكلم بشكل عام على رئاسة النادي الأهلي لازم الكلام يكون كويس لازم الكلام يكون محترم لازم الكلام يكون هادي جدا جدا ودي كل واحد على قد حقه يعني ادي واحد بحجمه ومكانته وشعبيته وأصله وتربيته وتاريخه وكل حاجة أقولها قل قمته الحقيقية لكن رؤساء النادي الأهلي ما ينفعش أبدا 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 يكون التعامل معاهم بالشكل ده حضرتك إحنا مش ناويين نخش في أي معارك جانبية يا سيدي إنت أبو المعارك إنت أبو المعارك إحنا ما بنخدش معارك أبدا أبدا ما بنخدش معارك لكن احنا بنعرف نجيب لعيبة تكسبك تعرف تجيب منك أربع بطولات من خمس بطولات في الدوري إنت كنت متولي الرئاسة بتاعتها نعرف نعمل ده نعرف نجيب الملعب أو نجيب الكورة من الملعب أو نجيب البطولة من الملعب نعرف نعمل كده إنت أبو المعارك لو ده بيبسطك إنت أبو المعارك لكن رئيس النادي بتاعنا ما بيدخلش أبدا المدخلات تليفونية مثلا أكتر ما بيخش الحمام يعني ده رئاسة النادي الأهلي المؤسسة القروية الكبيرة اللي موجودة على الساحة أرجوك أرجوك ما ينفعش بأكل كلامنا بالشكل ده ما ينفعش بأكل كلام على النادي الأهلي أو على رموز النادي الأهلي أو ما يمثل النادي الأهلي بالشكل ده ما ينفعش ما ينفعش لا تستقيم الأمور بهذه الطريقة ما ينفعش بالله عليكم بالله عليكم بالله عليكم شفتوا في حياتكم رئيس نادي الأهلي مثلا اتكلم على لعيب فأي نادي في مصر بالشكل ده مثلا في يوم من الأيام أو تكلم على رئيس نادي في مصر بالشكل ده في يوم من الأيام بالطريقة دي في يوم من الأيام لا ما حصلش رئاسة النادي الأهلي حاجة تانية خالص مكان تاني خالص لكن رئاسة النادي الأهلي مش كل شوية هطلع في مدخلات تلفونية وزي ما قلت رئيس النادي الأهلي ما بيتخش مدخلات تلفونية أكتر ما بيخش الحمام ما ينفعش ما ينفعش فعشان كده احنا مش ناس في الدايرة بتاعت حضرتك ولا ناس على خلاف مع حضرتك ولا حابين يبقى في خلاف مع حضرتك احنا اللي بينك ملعب يعني حضرتك تفوقت تكل على الله مفيش مشكلة الف مبروك احنا توفقنا او تفوقنا خلاص احنا حضرنا بشكل كويس جدا لعيبة فرق استقرار جهاز فني مسئولين كل ده بنعرف نعمله عشان كده يعني قلت لحضرتك مش هتلاقيها في العالم ابدا ابدا والموضوع مش وليد الصدفة ده الموضوع من فترة طويلة جدا لخمس سنين اللي فاتوا والناس تطلع تقول احنا جبنا حق المهضوم لنادي كان مسيطر على البطولات ومقتحم البطولات وبيشتري اللي عيبة وخد البطولات طب خلينا نتكلم في الخمس سنين اللي فاتوا بس الخمس سنين اللي فاتوا لالي خد اربعة دوري من اصل خمسة حق ايه اللي رجع دي كورة حق ايه اللي رجع الموضوع مش خناقة هي ولا يعني هنروح للديرة بتاعة حضرتك ولا الخناء بتاعة ولا حبين والله ولا حبين والله نروح لديرة الخلافات والخناءات والتجاوزات والإهانات مش بتاعتنا مش بتاعتنا أبداً خالص لكن ماينفعش أبداً يبقى طريقة تحاور أو طريقة كلام أو طريقة توجيه بالشكل ده أنا ما بفهمش في اللايحة عشان تبقى عارف يعني ما بفهمش في الموضوع اللوايح والجمعيات العمومية فما بتكلمش فيها يعني فيها صراحة أكتر من كده ما بحبش أقول حاجة أنا مش بفهم فيها بحب أتكلم في الأرقام بحب أتكلم في البطلات ما بحبش أتكلم في عدد من اللعيبة يتجاوز المية ولا المية وعشرين ولا المية وثلاثين ولا المية وخمسين وفي الآخر المحصلة دوري من خمسة ما بحبش غير كده ما بحبش أشوف غير النتائج كلمني في النتائج كلمني على أرض الملعب ولو ده الصح من الغلط يعني الصح من الغلط إن حضرتك صح على طول على طول بالمبدأ ده لا يبقى التاني الأول فعلا يبقى التاني البطل لو ده صح يا جماعة في العصر اللي احنا عايشينه وفي الزمن اللي احنا عايشينه في الوقت الحالي ده ان دي يبقى طريق التعامل أو طريق توجيه كلام أو رسائل لمنظومة أو لناس كبيرة جدا 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 في المنظومة الرياضية لا خلاص يبقى التاني البطل ما فيش مشكلة لو هو ده الصح لو مقاييس أو ميزان الحياة اختلف خلاص ما فيش مشكلة يبقى ده التاني يبقى هو البطل انا قلت الكلام ده ليه لان هي مش وليد صدفة هي الموضوع مش النهاردة وبس والموضوع مش موضوع الخطيب وبس او كابتل الخطيب برئيس النادي الاهلي وبس الموضوع ممتد بقى له فترة طويلة جدا جدا الموضوع كرسي النادي الاهلي ما ينفعش ما ينفعش طب لو على الكرسي ده محمود الخطيب يا راجل ده 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 انت بتتكلم على حد لو نزل المنطقة نفسها المنطقة نفسها ممكن ياخد اعلى اصوات اكتر منك لو نزل المنطقة دي نفسها فما ينفعش ما ينفعش انا بقول بمنتهى الوضوح ومش خناء حضرتك ولا تجاوزات ولا هنات ولا حاجة خالص خالص بالعكس احنا ممكن نبقى في عمر اولادك ممكن نبقى في عمر اولادك فما ينفعش دي طريق التعامل مش هي دي البطولة ابدا ابدا بنلعب كورة رياد مادريد خسر من برشلونة ميس خلست لا رئيس رئيس المادريد بيتكلم ولا برشلونة بتتكلم مي الملعب خلاص خلست تعالي خشيلي في الملعب الملعب والناس اللي بتردد هقول مرة تانية احنا رجعنا الحق احنا بقينا لينا معرفش مي طب بالارقام يا جماعة طب من خمس سنين لو هو ده رجوع الحق بالشكل ده ان انت تاخد دوري من وصف خمسة هو ده رجوع الحق هو ده رجوع الحق لا مرة تانية وتالتة وعشرة طموزنا وقيادتنا وكباتنا والناس اللي مسؤولة على النادي سواء كان صالح سليم بتكلم في الكورة في الناس اللي مسؤولة في الكورة لكن فيه كمان رؤوسة للنادي عظام جدا 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 ما بين قيادات عسكرية او كمان بين شخصيات عامة لكن بتكلم في الكورة صالح سليم طرق سليم مع حفظ الألقاء بتأكيد حسن حمدي الخطيب لا عيب ما ينفعش اتكلم على حمادة امام انا ما ينفعش اتكلم على حزم امام انا ما ينفعش ما ينفعش اتكلم على ابراهيم يوسف ما ينفعش ما ينفعش اتكلم على فروق جعفر ما ينفعش ما ينفعش يعني في الآخر بتكتهمونا بالتعصب بتتكلمونا على تعصب طب اللي بيحصل ايه ده اللي بيحصل ايه في الوقت الحالي ده او اللي بيحصل في الوقت السابق ايه او اللي قبله ايه او اللي قبله ايه لو هي خنقات وسباب والكلام ده مش بتاعتنا حضرتك وخلي بالك أنا لا بتجاوز ولا هقدر أتجاوز أبداً بس لو أنت عايز لقب أبو المعارك أبو المعارك هفيش مشكلة لكن خلينا كور تعال كسبنا في كور ولو كسبتنا هقول لك ألف ألف مبروك بالسلام فيش أي مشكلة خالصة دي كانت حاجة في البداية